اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزيرة الدولة لهجرة وشؤون مصريين بالخارج نبيل مكرم وخلال الاجتماع اطمئن الرئيس عبدالفتاح السيسي على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرينيا حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقف الحالات الإنسانية وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة فضلا عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر